أفادت المدرية العامة للأرصد الجوية أنه من المرتقبي أن تعرف عدة مناطق بالمملكة المغربية تقصاً حاراً ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الثلاثة المقبل. نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي أوضحت فيها المدرية العامة للأرصد الجوية أن درجات الحرارة ستتراوح خلال هذه الفترة بين 40 و44 درجة في كل من عمالات وأقاليم أوسرد وأسزاق وبجدور وصمارة وتانطان وغلميم وتارودانت وسيد سليمان وسيد قاصم. درجات الحرارة ستتراوح بين 37 و41 درجة في كل من عمالات وأقاليم أقادير الدوتنان وإنزقانا يتملول والخميسات واليوسفية وبرشيد وبن سليمان وتزنيت وخريبقى وارحمنا وسطات وسيد إفني وسيد بن نور واشتوكا أيتباهة والفقه بن صالح وقلعة صراغنة ومراكش ومكناس ووزان والعرائش. وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية ستعرف درجات الحرارة ارتفاعا ابتداء من يوم الجمعة في الوسط والجنوب ما بين 38 و41 درجة مشيرة إلى أن هذا التقصى الحار يمكن أن يستمر خلال الأسبوع المقبل.